ناقشات تنفيذ الشحر في دورته الأولى المنعقدة برئاسة الأستاذ عادل باع كاباء المدير العام لمديرية الشحر تقارير سير الدراسة والمؤشرات التعليمية الأولية لاختبار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 وأكد الحالة الأمنية والسير اجتماعات المكتب التنفيذي للعام الماضي واستهل الاجتماع بدعوة المدير العام أعضاء المكتب التنفيذي لبدل مزيد من الجهود الرامية إلى تحسين أداء المكتب ورفع الإيرادات ليتم بعد ذلك متابعة تكاليف المحضر السابق ومدى تنفيذها وإلى جانب مناقشة تقارير المدرجة في اجتماع الدورة الأولى للعام الحالي وخرج أعضاء المكتب التنفيذي بعدد من التوصيات والتكليفات بعد مناقشة المحضر وإقرارها كما أوصل مكتب التنفيذي بمحافظة حضر موت الأستاذ مبغوط مبارك بن ماضي باعتماد ثلاثة كيلو خط شبكة من المواجه للدكداك لحل مشكلة الاختناق في المياه وأقر المكتب التنفيذي كذلك على مكتب الأشغال منع المقاولين من الحفر في الإسفيلت إلا بعد دفع ضمانات لذلك ترجمة نانسي قنقر